العميل السري 007 أو جيمس بوند في زيارة قصيرة إلى مدينة نيويورك الأمريكية من خلال معرض مخصص للعديد من النماذج والأدوات التي ظهرت في أشهر أفلام العمل البريطاني أدوات صغيرة وتصميم ورسوم عدة احتلت جوانب المعرض إلى جانب إحدى سيارات أستون مارتن DB5 الثلاث التي اشتهرت في فيلم جولدن آي وهي نموذج غير تقليدي ظهر في سبعة أفلام من هذه السلسلة لم أقم بإحصاء الموجودات وما أردناه هو أن لا يكون المعرض تقليدياً ما سعينا إليه هو أن ننقل الأجواء حيث يستطيع المرء تقدير ما يراه من معرضات كما نجد نماذج مختلفة لابتكارات كيو الشخصية المميزة التي عملت على إنجاز وسائل إلى أساسية وتجهيزات مساعدة لمهام العمل الفذ شخصية بوند الأسرة التي انطلقت عام 1953 من خلال رواية للكاتب آين فلمينغ لقت شهرة واسعة من خلال 26 فيلماً سينمائياً وتعاقب سبعة ممثلين على أداء الشخصية حتى الآن في السلسلة الرسمية كان بيري نيلسون أولهم ودانيل كريغ آخرهم وهو سيؤدي هذه الشخصية في عمل جديد من المتوقع أن يعرض العام المقبل ترجمة نانسي قنقر